بالظبط كده واش عاوزة تسيب جدها وجدتها جدتها يعني بالظبط هنا بيطرعاهم هناك ربنا طمينك عليهم يا رب حتى المدام كمان زي ما انت قلت يا بش عاوزة تسجل ايه ما بتحبش يعني والله مش عشان حتى التلفزيونة اليابانية ما بتحبش تطلع فيها يعني طيب احنا بقى وصلنا الفقرة والفقرة دي بقى ركز معنا فيها كويس قوي انت هويتك ايه غير الجود وغير الكلام ده كله التحكيم والصفر صيد بتحب الصيد بتصد في سكندرية ولا براة سكندرية ولا فيها لا انا يعني براة سكندرية رحت لغربها مرتين بس في سكندرية مرصة مطروح العلمين مارينة العلمين بتصد فيها رحت مرتين ثلاثة فيها سمك بيطلع هناك دينيس ولا سمك مستورة دينيس دينيس أروس حجام مرمار بقى حجام كبيرة ولا معقولة لا معقولة هذه الصورة هي انت لا ده السمه ده اللي هو صاحبي ده اللي اسمه فهدي اللي هو الكويتي اه 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 انا مطلع بسم الله ما شاء الله ايو انا عرفت بقى ببعت لك السمك هنا ونتقوله نصطط ده ايوه ممكن اما تقول لنا كده من بدري يعني الصد ده هويتك اكبر سمكة طلعتها هنا كانت كم كيلو حوالي اتنين كيلو اتنين كيلو ونص اتنين كيلو شوف السمكة بسم الله ماشي عمي ازاي اه حاجات طيب بتحب الاكل اه مشكلتي ايه اكلتك المفضلة اه الاكل البيتي اكتر زي ايه اكلة مفضلة انت ما بتشوفها بتبقى سعيد قوي انت رايحة تاكل الاكل ده ممكن المحشي المحشي اه بحب المحشي جدا بحب السمك طبعا سمك عشان اسكندراني طبعا والبحر السمك بحب السمك المعمود سينية في الفرن السمك فيه يعني كل سمك وليه طريقة طبخة معينة طيب مراتك اليابانية بتعمللك محشي بتعمل اه بتعمل محشي كويس اه بتعمل وعرق عنب وكوسة وكده بس باش تمالي يعني باش تمالي لان انا لازم اجي لك يا ريت والله شرفني بتحب تخش الش المطبخ كتير كنت كنت اه كنت بتعمل ايه بقى لك كنت بتتتتتتت ممكن اعمل سمك ممكن اعمل مقارونا يعني مثلا من كنت في المعسكر في اليابان الواحدي كنت اجيبه بالصالصة وعمل مقارونا بالصالصة كده ممكن اعمل اللحمة مشوية كده والسمك السمك ممكن اعمله سينية بالبطاطس صيدية كده اه 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 ممكن اعمل سمك مقلي كمان طب انت الصيادية دي بتعملها ازاي استنى بس علينا استنى انا معانا الشيف محمد رشوان بطل العالم هيقولكم ازاي بيعمل صنية الصيادية السمك بالبطاطس في الفرن بتعمل ايه بقى في الاول الاول بقطع البطاطس شرايح اه والقرفس كويس وطوم وملح وفلفل وكمون اه وبتخلطهم على بعض اللي هو الكرفس والملح والخلطة دي بتاعته ايوة اه وبعد كده بتحط شوية مع البطاطس بس بتحط الزيت تحت البطاطس زيت زتون ولا زيت ايه زيت زتون غالبا بيكون زيت زتون اه ها يعني وقروس بيبقى احلى الاروس والدنيس يعني وانا بس بق انا بحب المرگان مرد الجان اللي هو ال مرد الجان اللي هو الوزيني اللي هو الدي ببقى عريض كده شبه الذي ببقى عامل المرد الجان الى بش مرد الجان اللي هي السمكة الحمرة ايه بس هو فيها كذا نوع بس أنا بحب اللي هي المليانة كده ده بيبقى 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 بيستدوم اسكندريا ده ولا ببرا؟ اه اسكندريا من ابو ايرا او من الـ اه ليه حتة معينة اه ايو بيتيجي السمكاية بتبقى على قدرة الصينية بتحاول تقطع من في الجنب كده تعمل خاطتين وتحشي في الخياشامة وبطنها وفي الخاطتين دولي وبتقطع اللمون شرايح بتحطه فيها بتحطه فيها بتحط زيت الزيتون فوق منها وبدخل الفورت بس كده ومدة ساعة ساعة أوروبا بتطلع تبقى ممتازة بتعمل جنبها ايه؟ لا فيش رز جنبها؟ لا لا الرز بيبقى مع السمك المقلي تمالي يعني مثلا اللي هو السفولي اللي انتو بتقول عليها موسى اه او البربون مقلي بيبقى جنبه رز احمر اه لكن دي بيبقى معها مثلا ممكن تحيينة صلطة كده عصد انا في لبنان لما كان يجي يقول له مثلا وانا نروح اي رز ترابط على سمك اقول له الرز يقول لي لا 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 مش هنزلك الرز استمتع بالسمك بالظبط كده ايه بالظبط طيب ليك في السوشيال ميديا؟ لا خالص خالص ما بتفتحش التليفونك ما عنديش فيسبوك ما عنديش خالص ليه؟ انا عندي كل اللي عندي الواتساب اللي انا بيجيل عليه تتواصل معا باك اصحابي او كده بس لكن برايح دماغك اه بص ده كلها مشاكل يعني انا في يوم الايام مثلا لقيت اتنين صحاب يتخانوا مع بعض ليه؟ انا نزلت حاجة وهو معلق ليش عليها وده نزل حاجة وده معلق ليش عليها طب انا اوجه على دماغي ليه لكسر انت شايف ان السوشيال ميديا دي اخرت المجتمع المصري؟ ضياعته ضياعته ايه كل الناس بت وبعدين كل الناس بتكتب كلام للأسف فيه فيه حاجات بتبقى فيها اسفاف كتير يعني وفيه وفيه تجريح وفيه الناس اللي متعرفش بتقوله بتقوله على السوشيال ميديا خصوصا الفيسبوك او الانستجرام او طب انت شايف السوشيال ميديا ممكن تغير رئيس نادي وتغير مدرب وتغير الكلام ده كله؟ بالتأثيرها؟ ممكن ممكن بس هل عايز اسألك سؤال هو هل الشخص ده كويس او مش كويس هل رئيس النادي ده فعلا اللي بتقال عليه الصح وليم الصح وهل الجمهور اللي حواليه كتير ولا مش كتير وهل كم الناس مصدقين ولا مش مصدقين وهالسوشيال ميديا بتأثر في الناس؟ بتأثر بس لو انا وثق من نفسي مش هيفرق معي والناس اللي حواليه مش هيفرق معي والناس التاني تقولك ده كله كذب وتلفيق أكيد لكن لو هو بقى فعلا كلام ده لا ممكن يؤثر فيه طيب نبدأ بقى في الجزئية بتاعت بتحب الأغاني القديمة؟ أوي مين من مطربك المفضل اللي انت بتسمعه؟ كل الأغاني القديمة اللي هي لمين؟ هنقول عبد الحليم ومكالسوم ووردة وفريد الاطرش وفايزة أحمد كل دولي اي اغنية عبد الحليم اللي انت بتسمعها بتعيشك انه عايش على البحر وكسكندرية والصيف والكلام ده؟ اي اغنية لانه كان عبد الحليم حافظ زمان بيغني في الربيع في يوم الحد اللي هو دوق الشماس اي اغنية كان تاني يوم بتبع شم من السيم فكلنا كنا بروح البحر فتلاقي كل الناس بقسة وشغلة الأغاني بتاعها ان بتأثر في شجون الشعب المصري؟ بالضبط كده انت ام كالسوم مثلا في الأغاني اللي هي مش القديمة اوي اه اه عبد الوهاب الأغاني برضا يا سلام فيروز بالنسبة لي لا فيروز ما كانش اوي بعض الأغاني مش كل الأغاني لكن بالنسبة لي انا الناس اللي هم يعني مثلا مونير حجار فؤاد اه لا جديدة ايه ايه اه بالضبط ده اه اللي هما حضرناهم اللي هما حضرناهم هما في بداياتهم يعني بتحب أغاني المهرجانات؟ لا ولا تسمحها زي بالأسف ان ده يعني حاجة سيطرة على معظم الساحة المسلمة للأسف للأسف بالأسف هتقول لي ابن حميدو اه طبعا كل واحد يقول لي اسف فيلم ده علامة مصرية مليون المية واستفان رسو يا سلام انا مسامي فاروق عفر وعبد السلام لنابولسي عبد السلام وعفتاح القصري يعني كل دول طبعا يا سلام يا سلام